السلام عليكم ولا سهلا بكم فيديو جديد على قناة I am iPhone لو انت عندك صور على جهاز الايفون بتاعك وتحسفت ولكن الصور ديات موجودة على الاي كلاود وانت حابب ان انت تستعيد كل الصور اللي موجودة على الاي كلاود مرة تانية على جهاز الايفون من خلال الفيديو بتاع النهاردة اشرح لك طريقتين تقدر من خلالهم انت تستعيد كل الصور من على الاي كلاود لجهاز الايفون مرة تانية الطريقة الاولى استرداد الصور من الاي كلاود عن طريق الاي كلاود دوت كوم اول حاجة هتتأكد ان انت الصور دي تكن تاخد منها نسخة احتياطية على اي كلاوت هتدخل كده على الاعدادات بعد كده هتدخل على الابل اي دي بعد كده هتدخل على الاي كلاوت هتلاقي عندك النسخة الاحتياطية هتدخل عليها بالشكل دوت وتأكد ان انت كنت اخد نسخة احتياطية من الصور القبل حاسفها من على جهاز الايفون بعد كده هتفتح المتصفح عندك على جهاز الكمبيتر او اي موبايل تاني كل متصل بالانترنت وهتكتب كدوات iCloud.com بعد كده حتدوس على Enter هيبدأ يفتح معك كده الموقع الرسمي لل iCloud حتدوس على تسجيل الدخول بعد كده هتبدأ لانت تكتب حساب الابل ID وكلمة السر بعد ما تكتب ايميل الابل ID وكلمة السر حتدوس على التالي هيفتح معك حساب ال iCloud بالشكل دوت هتختار من هنا الصور بعد كده هتظلق كل الصور اللي موجودة على ال iCloud اللي هو تم حصفها من جهاز الايفون تقدر لانت تحدد الصور كدوت حتدوس على صورة صورة دوت تختارها مع زرار القط في الكوبورت يعني هتعلق صوبك على زرار القط في الكوبورت بعد كده تختار الصور اللي انت حابب تعمل لها استرداد مرة تانية بالشكل دوت بعد كده هتدوس على علامة السهم للمقلوب دوت او علامة الدول وحددوس عليها دوسة وهيبدأ كده ان هو يحمل لك الصور ديت او يعمل لك لها استرجاع على جهاز الكمبيوتر ولكن الطريقة دي بيبقى موجود فيها عيوب اول عيف فيها الطريقة ديت اللي انت ما بتقدرش اللي انت تستعيد الصور ديت مرة تانية من على الاي كلاود الى جهاز الايفون ولكن هتقدر اللي انت تستعيد على جهاز الكمبيوتر فقط. وتاني عيب اللي هو موجود في الميزة ديت او في الطريقة ديت اللي انت تقدر تستعيد بها الصور مرة تانية من على الاي كلاود اللي انت لو حجم الصور ديت كبير لو عندك مسلا الفين صورة مش هتقدر اللي انت تعمل لهم استرجاع كلهم مرة واحدة. كل اللي هتقدر اللي انت تسترجعه هو الف صورة فقط. ولكن على اي حال هتقدر برضو اللي انت هتوصل للصور بتاعتك وتعمل لها استرجاع من الاي كلاود عن طريق الموقع الرسمي الاي كلاود دوت كوم. الطريقة التانية استرجاع الصور المحزوفة من الاي كلاود باستخدام اداء استعادة بيانات الاي كلاود. كل اللي عليك اللي هتروح الرابط اللي موجود تحت الفيديو في الوصف وتبدأ اللي انت تحمل برنامج دي باك. تقدر من خلال برنامج دي باك دوت اللي انت تستعيد اي بيانات محزوفة من جهاز الايفون بدون نسخة احتياطية او بنسخة احتياطية. وتقدر كمان اللي انت تستعيد البيانات من الاي كلاود او من برنامج الايتونس. هتبدأ اللي انت تحمل البرنامج وتثبته عندك على جهاز الكمبيوتر. بعد ما هتحمل البرنامج وتثبته عندك على جهاز الكمبيوتر هيفتح معك بالشكل دوت. هتختار من هنا استعادة بيانات الايفون. بعد كده هتختار من هنا استعادة بيانات الاي كلاود. هيفتح معك بالشكل دوت بيقول لك دليل النسخة الاحتياطية على الاي كلاود. او استعادة البيانات من الاي كلاود. هنختار من هنا استعادة البيانات من الاي كلاود. ونبدأ اللي احنا ندخل لنوت اللي هو معرف الاي دي او اللي هو حساب الاي دي الايميل بتاعه يعني وكلمة السر. بعد ما تدخل كده حساب الابل اي دي وكلمة السر هتدوس على السهم دوت او التالي هيبعت لك رمز يناوات مكون من ستة ارقام على جهاز الايفون او على رقم الهاتف. هتبدأ تدخل الرمز يناوات او الكود المكون من ستة ارقام. بعد ما هتدخل الكود بالشكل دوت هيفتح كل بيانات الاي كلاود معك بالشكل دوت. تقدر اللي انت تختار من هنا الصور لو انت عايز تستعيد الصور او اي بيانات تانية تحزفت من جهزك الايفون وحابب اللي انت تعملها استرجاع من الاي كلاود. انا اختار من هنا الصور هنشيل علامة الصح من البيانات ديت وهنختار الصور فقط. بعد كده هندوس على فحص. وهيبدأ كده البرنامج ان هو يفحص البيانات او الصور ديت من الاي كلاود علشان يقدر نويز تعدلك مرة تانية على الايفون. بعد ما ينتهي كده من فحص الاي كلاود هيبدأ ان نويز لك كل الصور كده اللي موجود على الاي كلاود. مميزات بقى طريقة ديت اللي انت بتقدر اللي انت تعرض كل الصور بالشكل دوت. وكمان تقدر اللي انت تحدد الصور اللي انت حابب تعملها استرجاع مرة تانية على جهاز الايفون. مش شرط اللي انت تختار كل الصور. انما انت تقدر اللي انت تحدد كده صور محددة بالشكل دوت. هي اللي تختار ها بس وتعملها استعادة مرة تانية على جهاز الايفون. وكمان الميزة التانية في البرنامج دوت اللي انت بتقدر اللي انت تعرض للصور كده هو قبل ما تشتري البرنامج. يعني قبل ما تشترك في البرنامج او تدفع اي فلوس هيقدر ان هو يعرض لك الصور. لقيت الصور بتاعتك اللي انت محتاجها هتبدأ اللي انت تشترك في البرنامج ودوت من عيوب البرنامج الوحيد ان انت علشان تعمل استرجاع لجهاز الايفون لازم تشترك في البرنامج. هي ديت بس العيب الوحيد في البرنامج. انما انت قبل ما تشترك في البرنامج تقدر اللي انت تعرض الصور. لو ما لقيتش الصور بتاعتك يبقى انت مش محتاج اللي انت تشترك في البرنامج وفي الوقت دوت انت مش هتدفع حاجة ولكن هتقدر اللي انت تعرض الصور اللي انت محتاجة او مش محتاجة بعد ما تحدد كده الصور كلها اللي انت محتاج تعملها استرداد تاني على جهاز الايفون هتدوس على استرجاع هيطلب منك هنا البرنامج اللي انت تختار التنسيق بتاع الملف تبدأ تختار التنسيق بالشكل دوت وتختار المكان اللي هتحفظ فيه الصور دي عندك على جهاز الكمبيوتر وبعد كده هيحفظها لك عندك على جهاز الايفون هندوس على استرجاع وهيبدأ كده في عملية استرجاع الصور ديات لجهاز الايفون وجهاز الكمبيوتر يعني هيخد لك نسخة على جهاز الكمبيوتر وهيعمل لك استرجاع على جهاز الايفون وبعد ما ينتهي كده من استرجاع البيانات هتدوس على تحقق من البيانات هيبدأ يفتح لك كده الملف اللي هو تم حفظ فيه الصور دي عندك على جهاز الكمبيوتر هتظهر معك بالشكل دوت زي ما انتوا شايفين كده الصور ديات اللي احنا عملنا لها استرداد مرة تانية من على الايكلاود ولو رحنا كده على جهاز الايفون هللاقي الصور انه وتم استرجاعها مرة تانية على جهاز الايفون زي ما انتوا شايفين كده كل الصور ايه تقدرنا اللي احنا نسترجاعها مرة تانية من خلال برنامج دي باك هسيب لكم رابط تحميل البرنامج تحت الفيديو في الوصف اتمنى اللي انت هتكون استفدت من الفيديو وعجبك وما تنساش اللي انت هتدعمنا بلايك وتشترك في القناة شكرا لكم اشوفكم الفيديو الجاي